التغيير الذي كان مرتقباً عن طريق إجراء انتخابات برلمانية مبكرة قد لا يحدث. المفوضية العليا المستقلة في العراق تعلن أن نسبة المشاركة الأولية بلغت 41% مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة. هذه النسبة تعد الأدنى وتعكس فقدان الثقة بالعملية الديمقراطية والطبقة السياسية. في انتخابات 2018 كانت نسبة المشاركة 44% وهي نسبة شابه الكثير من الشبهات. في استحقاق 2014 كانت نسبة المشاركة 60% وفي انتخابات 2010 فاقت نسبة المشاركة 62%. أما أول استحقاق الانتخابي في عام 2005 فقد بلغت نسبة المشاركة فيه 59%. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تعلن نتائج الأولية بعد، لكن كتلا سياسية سارعت للاحتفال بفوزها، بل قدر بعضها عدد المقاعد التي حصلت عليها. التيار الصدري قال إنه تصدر نتائج الانتخابات بحصولها على 80 مقعدا من أصل 129. وبأي حال من الأحوال لا يتوقع كثيرون أن تحدث هذه الانتخابات تغييرا كبيرا في الخريطة السياسية القائمة والتي خرجت ضدها احتجاجات تشرين قبل عامين. ليبقى باب التوقعات مفتوحا على مصرعيها بشأن ما ستقول إليه البلاد إذا ما عاد المحتجون إلى الشوارع.